عندما يتعرض الإنسان لإصابة بحادث مفاجئ أو كارثة طبيعية تكون حينها اللحظة فيصلية بين النجاة أو الموت بمعرفة الأحياء العاديين المحيطين حول المصاب بأهمية هذه اللحظة الحرجة وكيفية إدراكها تقديرها والتعامل معها بالإسعافات الأولية اللازمة وضمن هذا الإطار وتحت شعارك متميزا نظم قسم المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة برنامجه التدريبية الصيفية السنوي لمنتسبيه من المشاركين في الهلال الطلابي من المدارس وأبناء المتطوعين والموظفين من الفئات العمرية من سن الثامنة وحتى سبعة عشر عاما والذي يمنح المشاركون من خلاله شهادة معتمدة في اجتياز ورشة للإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث وذلك في الفترة من الحادي والثلاثين من يوليو الماضي وحتى العاشر من أغسطس الجاري البرنامج التدريبي يستهدف مجموعة من الطلبة التي تراوح أهمارهم بين ثمان سنوات وسبعة عشر سنة يهدف إلى تدريب الطلبة على مواجهة الكوارث والطوارئ سواء داخل المنزل وخارجه والكوارث الصغيرة والكبيرة هذا العام كان مخالف تماما عن السنوات السابقة بحيث كان البرنامج مقسم إلى تمارين ومحاضرات ودورات نظرية عبارة عن الإسعافات الأولية ومواجهة الطوارئ والكوارث والقائد الصغير والألعاب النارية تضمن البرنامج العديد من الورش والمحاضرات التدريبية التطبيقية والنظرية المختلفة إلى جانب ورشة الإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث والمعتمدة في البرنامج بشكل يومي بهدف تأهيل وإعداد الأطفال وكسر حاجز الخوف والرهبة ليكونوا مسعفين في حالات الخطر المختلفة لتحقيق استلامة الشخصية لأنفسهم وللآخرين ممن تعرضوا لمخاطر وطوارئ الإصابات المفاجئة أو الكوارث أول شيء شفت له شيء مخاطر واتصاد بالإسعاف سويت له نعاش قلب والتنفس الصناعي ويوم نش لا يمتع هذاك الصبع عشان كان فيه شيء في بلعومه عشان لو كان سيدة يمكن يبلع مرة ثانية يعني لا يمتع عشان يقدر يطلع أنا شاركت في مبادرة الأحمر عشان أتعلم السعافات الأولية وعشان إذا صارت أي حال دخما في المدرسة أعرف كيف تصرف اشتركت في البرنامج الصيفي عشان أنا أحب بالناس وتعلمت الإسعافات الأولية ونعاش القلب والتنفس الاصطناعي تعلمتني إذا فيه كارثة أواجهها كن متميزا مبادرة مجتمعية ضمن مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع الشارقة من شارقة السلامة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي وغرس القوة الجأش والقيادة لدى أجيال المستقبل لتقوم بوعي وإدراك بالتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل سلامة الروح وحفظ الحياة حياكم الله من جديد ومتواصلين نظم قسم المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع الشارقة البرنامج التدريب الصيفي تحت شعار كن متميزا لطلاب المدارس المشاركين في الهلال وأبناء المتطوعين والموظفين المنتسبين للهيئة هذا البرنامج يهدف إلى اكتساب الطلاب والمشاركين خبرات ومهارات جديدة بطريقة واقعية كما يرسخ لديهم الشعور بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة أيضا في خدمة المجتمع عن البرنامج التدريبي الصيفي كن مميزا يسرنا ترحيب الأستاذة نادية القطان رئيس قسم المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر بالشارقة مساهمة الله بخير يا نادية اينا مساهمة شكرا خير الله يسلم تحت الهوة أنت قبل أن نتكلم عن كون متميزا تحت الهوة أنت تقولين أنتوا كنتم متعودين كل هالسنين اللي طافت أنكم التدريب يكون على أجهزة الكمبيوتر والبرامج والأشياء خنا نقول التقنية نوعا ما اللي تكون مثلا على ديسك أو مثلا يلسة ولكن السنة التدريب كان مختلف كيف طلعنا شوي عن الإطار اللي معتادين عليه طبعا السنوات اللي فاتت كنا ندرب الطلاب الهلال الطلابي على الـ ICDL البرامج الكمبيوتر العادية اللي يستفيد منه لكن في الدراسة في حياة العملية لكن السنة نحن طلعنا شوي عن الإطار العادي دخلناهم في برامج الأزمات والكوارث والدورات الإسعافات لأننا نحن نشوف الطالب هذا الطالب يعني ما يستهان فيه هذا الطالب يستطيع أن يكون مثلا مسعف منقذ حتى يعني لو ما قدر في هالموقف يستطيع أن يوجه أهله صحيح فنحن السنة هاي أول سنة قمنا ندربهم على هالبرامج نتكلم عن كم طالب السنة؟ تقريبا السنة معنا 58 طالب ما بين بنات وأولاد بنات وأولاد أعمارهم تتراوح ما بين 8 سنوات إلى 17 سنة الجميل اللي سويتو إزاكم الله خير إنه خلي الطالب هذا ما بني يكون روحا خلي حتى لو كانوا يهله ويأبوه ويأمه في السيارة في مكان في سفر في رحلة في أي كان يكون إذا فعلا هذا الطالب كان على دراية بهذه الأشياء ممكن يكون يعني ينفع أهله غير أن ينفع بعد ربعة ممكن أيضا ينفع الناس إذا كان مسافر إذا كان يعرف طيب أنا يمكن على قراءة سريعة يعني استنتجت أنكم أنتو يالسين تحضرون متطوعين يمثلون دولة الإمارات خارج دولة الإمارات سواء مع الهلال الأحمر أو أيضا أي من الجمعيات الخيرية الأخرى في حال أنه طبعا كان يسمح لبي السفر خارج الدولة حسب السن القانوني ويكون ضمن طبعا المساعدات الكثيرة تقدمها دولة الإمارات الكثير من الدول المنكوبة والدول التي تحصل عندها الحروب أو الكوارث أو الأزمات تمام؟ تمام طبعا نحن الطلاب أعمارهم مثل ما قلنا ما بين 8 إلى 17 سنة هم هذين من الهلال الطلابي يعني هم متطوعين لكن تابعين للمدرسة وتابعين للهلال برامجهم تنفذ من خلال المدارس بعد 17 يعني يوم يكونون في عمر 18 يستطيع أن ينتسب لهيئة الهلال الأحمر بشكل رسمي فهني مدام هو ما أخذ الدورات مهيئ ونحن هدفنا الأساسي كذلك أن نكسر حاجز الخوف والرهبة لدى الطالب في مواجهة لا سمح الله أي كارثة سواء كانت هذه كارثة طبيعية أو غير طبيعية بالإضافة هم يتعلمون على أبجديات أو أساليب الإسعاف الإسعافات الأولية والتعامل مثلا مع إذا كان فيه إصابات أو كان فيه لا سمع الله حوادث أو شيء حوادث يقدر يتصرف فيها المدربين الموجودين هذه الخبرين عنهم معتمدين من جهة معينة شركاء معينين المدربين هم من قيادة العامة لشرطة الشارقة بصفة مهم الشركاء في هذا البرنامج كذلك لدينا متطوعين مدربين هذه المتطوعين طبعا يتم اختيارهم عن طريق الأمانة العامة في بوظبي وفق معايير محددة وعقب بعد الموافقة الأمنية يتم تسمهم دارج تحت مدرب أو متطوع محاضر هذه الطلاب أنتم موجودين في المدارس وضمن الهيئة الطلابية أو مثلا طلاب المتطوعين المتطوعين في الهلال الأحمر الطلابي طيب هذا اختياري أو إجباري للطلاب؟ حاليا نحن فيه اتفاق بيننا وبين وزارة التربية أن يكون في كل مدرسة هلال طلابي مجموعة من الطلاب اختياري وعننا نحن جائزة عون اختياري لكن الطلاب هلال الطلابي احتمال على المراحل اللي نكون إجباري في كل مدرسة أنا أتمنى أن يكون إجباري إجباري إن شاء الله لازم يكون إجباري لأنه ما ينفع فعلا نحن نحتاج إلى عدد كبير من المتطوعين وعدد كبير نكون فاهم شو الشيء هذا طيب خبريني عن طريقة الانضمام كطالب يعني مثل هل عفوا ما أتكلم على المدرسة لكن لهذا البرنامج هل هذا تختارون شيء معين ولا ممكن الطالب ينضم له روحه لا ممكن الطالب ينضم مدام هو في الهلال الطلابي عادي ينضم له البرنامج يقدر يقدر كم تقريبا المدة المدة أسبوعين بدنا نحن بتاريخ 31 سبعة والنهاية إن شاء الله بيوم الأربعة عشرة ثمانية بيكون يوم الختامي ويوم نكرم في الطلاب تمام يعني تقريبا هو يعتبر مثل برنامج برنامج صيفي تقريبا برنامج صيفي طيب هل مثلا بعد التدريب هذا مثلا ما في خلنا نقول تجربة ميدانية للمتطوعين مثلا في رحلة استكشافية أو إنه مثلا في مكان معين أو أو مثلا خلنا نقول كوارث أو حوادث وهمية هنا نحن في نهاية البرنامج لدينا تمرين وهمي تمام الأسبوع هذا الأسبوع اللي فات قاموا يأخذون يعني شوه الكارثة معنا الكارثة أنواع الكوارث السعافات الأولية هالأسبوع بدأنا في تدريب عملي في نهاية الأسبوع بيكون فيه تمرين وهمي بينفذونا الطلاب تمام المدربين فقط من شرطة الشارجة مثلا بس ما في حد مثلا من القوات المسلحة أو لا من شرطة أو من الإسعافات أو الإسعاف الوطني أو شيء من القيادة العامة ومن المتطوعين المنتسبين للهلال الأحمر شو تشوفين ردود الأفعال يعني شو تحسين الأطفال شو تحسين الأولاد البنات بالعكس أنا أشوف يعني فيه شيء يديد هم يسين يتعلمونه وبعدين أنا أحس يعني استيعابهم أكثر من الكبار أنا حضرهم يعني بسرعة يتعلم بسرعة يفهم لنا أحس أنه يباي يمارس هالشيء أحس أن هذا شيء غريب لأننا نحن في التلفزيون دائما يلاهل يشوف الكوارث والفيضانات والحروب هذا فعلامات استفهام يعني أنا كيف بتصرف أنا كيف بسوي هو أحين يأخذ دروس أو يأخذ دورات تدريبية كيف يتصرف مع هذه الفيضانات الكوارث والزلازل فهذا شيء يعني حابين هالشيء وحسبهم أن يستوعبون بسرعة يعني مو بشيء يعني أمعقد عليهم أو صعب عليهم بالعكس أنا أشوف أنه شيء يعني جدا يعني متقبلين هالشيء وحابين هالشيء ويبون يكملون أكثر نحن حتى لما شفنا ردود أفعال الطلاب حابين في كل إجازة نحن نطبق هذا البرنامج البرنامج هذا يعني أول ما بديتوا ما تخوفتوا أن يكون هناك مثلا يمكن تردد من الطلاب أن أنا لا ما يخصني في هالأمور الحمد لله رب العالمين نحن يعني دولتنا اللهم لك الحمد نحن في أمن وأمان وما تعرضنا ولكن يعني ما يتبادل لأذهاننا نحن الشيء هذا لأن الحمد لله نحن في أمن وأمان وفي رخى الحمد لله رب العالمين شو حسيت ما تخوفتوا أنتوا مثلا كإدارة أو كمبادرة لا ما تخوفنا لأن هذا البرنامج يتخلى لك كثير من الفعاليات في ورش عمل وفي برامج ترفيهية للطالب فيحب الطالب أن يشارك في هالأشياء يعني برامج ترفية ورش عمل محاضرات تمارين وهمية فبالعكس العدد كان أكثر من 57 بس نحن ما نقدر يعني ناخذ أكثر من هنا يعني وايد يبون أكثر يا أكثر من شيء فنحن وقفنا على 57 كتجربة أول شيء وبعدين يعني إذا كان العدد زيادة فالطالب بصعوبة يستوعب في القاعة الله يقويكم ونادي أصدق يعني هذه المبادرة مبادرة طيبة ويت فعلا في وقتها نحن نحتاج فعلا إلى جيل يكون عنده إحساس بالمسؤولية جيل فعلا يكون يعني ينفع الناس منه فقط أجلسة الكمبيوتر هذه أمور لاحق عليها الأستاذ نادي القطان رئيس قسم المطوعين بهيئة الهلال الأحمر بالشارقة شكرا جزيلا 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 نحن يتواصلون وياكم ولكن بعد الفاصل شكرا على الله